إعادة بعد مشروع السد الأخضر وتوسيع مساحة الأشجار المغروسة فيه ينتظر أن يصل إلى 400 ألف هكتار بحلول عام 2026 وذلك وفق خطة مدروسة نسأل تطوير هذا المشروع الضخم وقد بدأت العديد من عمليات التشجير بمختلف أنواع الأشجار المثمرة كالخروب، الزيتون، اللوزي والسنوبر 27% هي حصة ولاية الجلفة من السد الأخضر أي ما يعادل 1.2 مليون هكتار الأمر الذي يجعل من هذه الولاية رئة هذا المشروع الكبير محافظة الغابة تساعد تجسيد الأنشطة التابعة للمشروع على غير إعادة تهيئة وغرس الأشجار الخاصة بطبيعة المنطقة 24 بلدية من بلديات ولاية الجلفة ستستفيد من مشاريع هامة كالمساحات الخضراء والحدائق العامة وذلك ضمن مشروع توسعة السد الأخضر وفق مقاربة بيئية تنموية ترجمة نانسي قنقر